اهلا بكم معنا مشاهدين الكرام إلى هذه الحلقة من مقابلة خاصة الأوضاع في العالم تتسارع الأوضاع في العالم العربي أيضا تتسارع وكذا في المملكة العربية السعودية يسعدنا أن يكون ضيفنا في مقابلة خاصة لهذا اليوم سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي أهلا بك معنا سمو الوزير أهلا وسهلا الحقيقة اسمح لي أن أبدأ بآخر تطورات على الصعيد العالمي في رئيس أمريكي جديد الآن جو بايدن في البيت الأبيض كيف يمكن تقييم علاقة المملكة العربية السعودية مع الرئاسة الديمقراطية بشكل عام في واشنطن ومع جو بايدن تحديدا المملكة العربية السعودية لها علاقة تاريخية قديمة مع الولايات المتحدة الأمريكية تمتد إلى أكثر من 75 سنة خلال هذه العلاقة وهذه العقود تعاملنا مع إدارات متعددة متتابعة جمهورية وديمقراطية وكانت لنا علاقة إيجابية ممتازة مع كلها وسعينا دوما إلى التنسيق والتشاور مع كل الإدارات الأمريكية وسنفعل كذلك مع إدارة الرئيس بايدن وأعتقد أن ستكون لنا علاقة ممتازة معهم لأن المقومات التي بنت عليها هذه العلاقة لا زالت موجودة التوافق والمصالح المشتركة كثيرة والجهد الذي عملناه تاريخيا لحفظ أمن واستقرار المنطقة سوف نستمر في العمل عليه مع الإدارة الجديدة إن شاء الله يعني بخلين نسأل هذا السؤال سمو الوزير هو أنه كان في علاقة متميزة ربما تربط المملكة العربية السعودية بالإدارة السابقة إدارة الرئيس ترامب لذلك البعض تشائم ربما من وجود إدارة ديمقراطية بعد إدارة ترامب لكن علاقة المملكة العربية السعودية لا تنهز لا تتراجع بتغيير الإدارة الأمريكية عادة علاقة المملكة العربية السعودية بالوقت تحدنك علاقة مؤسسات فنحن علاقتنا بالأساس مع أمريكا كبلد ومع الحكومات المتتابعة التي تدير البلد هذا والمصالح هي باقية ومستمرة لم تتغير المصالح المشتركة والهموم المشتركة لذلك أنا متأكد أن سيكون هناك تشاور وتنسيق كبير وبالطبع نحن حريصون دائما كما حرصنا على بناء علاقة طيبة مع إدارة الرئيس ترامب سوف نعمل على بناء علاقة ممتازة مع إدارة الرئيس بايدن ندرون أنكم متفائلين بقدوم بايدن أو متفائلين بعلاقة ممتازة مع إدارة بايدن أنا متفائل بعلاقة ممتازة مع الوضعات الأمريكية تحت إدارة الرئيس بايدن وحتى ما سمعناه حتى الآن من المرشحين لتولي المناصب الهامة في الأمن الوطني الأمريكي تدل على أنهم يتفهمون الهموم المشتركة لنا في المنطقة ولذلك أنا واثق أن سوف تكون العلاقة قوية ومتينة وسيكون هناك تشاور وثيق بين البلدين ما رح نبعد كثير لما نتحدث عن إدارة الأمريكية عن ملف مهم جدا بالنسبة للملكة العربية السعودية ولدول الخليج بشكل عام وهو الملف النووي الإيراني وزير خارجية بايدن أنتوني بلينكين مؤخرا قال سنشرك دول الخليج وسنشرك إسرائيل في أي مفاوضات قادمة حول الاتفاق النووي الإيراني هل هذا كلام حقيقي؟ متأكد من أنه حقيقي لم يقله إلا هو جاد فيه وهو يعكس ما سمعنا سابقا منه ومن مسؤولين آخرين مرشحين لاستلام المناصب وأنا واثق أنهم حريصون على معالجة نقاط الضعف التي كانت موجودة في الاتفاق السابق وكان جزء من هذا الضعف عدم إشراك دول المنطقة وأظن مهم جدا إشراك دول المنطقة والمملكة جاهزة للمشاركة في المشاورات حول كيفية التعامل مع هذا الملف في الحام ونحن نحكي عن الأشياء التي كانت السعودية ودول الخليج ربما غير راضية عنها في الاتفاقين والسابقة شيء آخر غير الصواريخ الباليستية أو غير الوجود المليشياوي النفوذ المليشياوي لإيران في دول المنطقة الاتفاق السابق كان فيه عدة أوجه نقص أول وجه نقص كان فيه الموضوع النووي نفسه حيث كان فيه ما يسمى السونسيت كلوز أو انتهاء عمل مفعول الاتفاق عشرة وخمسة عشر سنة هذه فترة الحقيقة قصيرة جدا ولا تحمينها من تغير النهج الإيراني أو تراجعها عن التزاماتها ورأينا الآن في الفترة الأخيرة تسارعت وتيرة الإنتاج اليوراني وما يأخذ في إيران وهذا يدلل على أن الحماية المتوفرة في الاتفاق الأصلي من قدرة إيران على تطوير سلاح نووي لم تكن كافية ونعتقد أنه مهم جدا معالجة هذا الخلل إضافة إلى معالجة موضوع الصواريخ الباليستية والنشاط الإيراني المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة شو نوع التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني خاصة إذا ما درنا أن الإدارة الحالية ربما في التصريحات السابقة كانت تنظر بشكل مختلف عن إدارة ترامب للملف النووي الإيراني مع أنه حديثا يقيل بأنه لا في نقاط يجب التوقف عندها في الملف السابق نوع التعاون من السعودية مع أمريكا في هذا الموضوع سيكون تعاون على شتى المجالات إما بالتشاور حول ما يجب أن يكون عليه الاتفاق وأيضا في متابعة عوامل عدم الاستقرار التي نراها من إيران والتحركات في المنطقة وكل ما يتعلق بالنشاط الإيراني المخل بأساسات الاتفاق السابق وأيضا الجوانب الأخرى التي يمكن إضافتها الاتفاق أعتقد في الأساس سيكون مساءة التشاور للوصول إلى اتفاق صلب قوي يتحمل الزمن ويتحمل أيضا عدم التزام إيران مثلا حقيقة فيكون فيه عوامل مراقبة قوية تسمح لنا بالتأكد من تطبيق أي اتفاق يتم الوصول إليه ماذا لو يعني رحنا بالاتجاه الآخر ربما يكون أكثر تشاؤما أنه قررت الولايات المتحدة الأمريكية تعود للاتفاق النووي السابق الذي وقعه رئيس سابق باراك أوباما دون أي تعديلات عليه لا بالصواريخ ولا بالمدة الزمنية ولا بالمليشيات شو بدي يكون موقف السعودية بالحال أنا أميل دائما للتفاعل ولذلك سوف أخضر أن أكون أيضا هنا متفائلا بأن الإدارة الجديدة سوف تلتزم بما صرح بها مرشحي المناصب وسمعنا أيضا من عدد من المسؤولين في هذه الإدارة بأنهم مهتمين بمعالجة جميع هذه النقاط يعني صار في قناة عندهم تتصور سمو الوزير أنه كان في خلل في الاتفاق السابق يعني الآن ممكن ي أعتقد هذا واضح جليل الجميع مع الدول الأوروبية في نقاش بينكم كسعودية ودول الأوروبية حول هذا الموضوع نعرف كمان موقفهم الاتفاق النووي كان مختلف عن موقف إدارة ترامب بالفعل قبل أيام كان في وفد من الدول الأوروبية الإيفري وأيضا هناك تواصل مستمر بيننا وبين الوزراء المسؤولين عنها الوزراء الخارجية في الدول الفاعلة سواء بريطانيا ألمانيا فرنسا وما أسمعه منهم جميعا أنهم يتفهمون تماما أن الاتفاق السابق كان هناك عوامل نقص وأنه لا بد من معالجة كافة أوجه النشاط الإيراني في المنطقة لإثبات الاستقرار وليكون لأي اتفاق له ديموما الحقيقة أن هذا كان مطلب سعودي منذ البدء بالحديث عن المفاوضات مع إيران ولكن نأمل بأن هذه المرة فعلا يتم الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه التخوفات وزير خارجية إيران مش مرة الحقيقة أكثر من مرة طالب من المملكة العربية السعودية دخول في حوار بدون توضيحات شو ردكم إذا كان في دعوة من وزير خارجي دائما؟ المملكة العربية السعودية دائما ممدودة للسلام وقد حاورنا في الماضي مع الإيرانيين ووصلنا إلى اتفاقات ولم يلتزموا بها الحقيقة لكي يكون لأي محديث مباشر مع الحكومة الإيرانية يكون لها فائدة لا بد أن نرى مؤشرات حقيقية على نيتهم تغيير نهجهم في المنطقة نهجهم المزعزة للاستقرار ودعم الميليشيات ودعم المنظمات الإيرانية الآن نرى نشاطات إيرانية تزعزع الاستقرار في لبنان في سوريا في العراق في اليمن في أفغانستان في كل مكان إذا رأينا مؤشرات حقيقية على تغير هذا النهج قد يكون وقت مناسب لفتح حوار لكن لا نرى ذلك حاليا والحقيقة نصيحتي للنظام الإيراني أن يغيروا بفكرهم ويركزوا على تنمية وطنهم وعلى تحسخير مواردهم لرفاه شعبهم متى ما قرروا في تغيير هذا الفكر سوف تكون الأمور الباقية سهلة في تقديري في الوقت الحالي أن هذه الدعوات للحوار هي مجرد محاولة للخروج عن الاستحقاقات لعمم المجتمع الدولي محاولة للتفرق والتسويف ليست جادة وليست تهدف بالحقيقة إلى الوصول إلى نتيجة نستطيع البناء عليها لذلك لا نعتقد أنها مجدية في الوقت الحالي سمو البزير أيضا إيران كانت جزء أو قيل أنها كانت جزء من الخلاف بين قطر والربعية وقيل بأن اتفاق العلا تم التوافق فيه على الحد من نفوذ إيران أو مواجهة نفوذ إيران بشكل أو بآخر هل هذا صحيح؟ الحمد لله اتفاق العلا الذي تم الوصول إليه بتوفيق الله ثم بجهود القيادة في المملكة العربية السعودية والقيادات في الدول الخليجية ومصر هو اتفاق سوف يضع أساس قوي للتعاون والتنسيق بين الدول الخليجية والدول العربية عامة لمواجهة التحديات المشتركة في المنطقة سمو الوزير نقدر نقول أن مخرجات قمة العلا حلت كل المشاكل بين الرباعية وقطر نعم نستطيع أن نقول أن قمة العلا وما تمخضت عنها الاتفاق سوف يكون حل نهائي لجميع ما بين الدول والرباعي ودولة قطر وسوف يكون قاعدة قوية للعمل العربي المشترك والعمل الخليجي المشترك إن شاء الله لماذا لم نشرت بنود الاتفاقية؟ ظلنا الأمور محطوطة في نطاق تساؤلات وتكهنات ويمكن ويمكن لا الأطراف الموقعة تعرف ما التزمت فيه وهذا المهم وأعتقد أن الجميع سوف يعمل بجد لتحقيق الاتفاق وروح الاتفاق ولم يبحث الحقيقة بث بنوده إلى العامة في ضمانات أن تكون الاتفاق فعلا نهائي ويحل كل المشاكل بين الأطراف؟ الضمانة الأهم هي النية الصادقة من الأطراف وما استشفيناه أن الجميع حريص على إنجاح هذا الاتفاق عن من كل الجميع بيشمل كل الأطراف يعني مثلا قيل بأن مصر الإمارات البحرين شوي موقفهم مختلف عن موقف المملكة العربية السعودية في موضوع المصالحة أو فيما تم الاتفاق عليه إلى أي مدى كل الدول متفق على اللي صار بالعلا؟ جميع الدول متفق على أهمية المصالحة وعلى أهمية تحقيق ما تم الاتفاق عليه في العلا والبناء عليه إلى المستقبل في تعليق سموك على أن المشاكل حلت بين الدول الرباعي وقطر هل هذا يعني أن العلاقات ستعود إلى طبيعتها بشكل كامل مع قطر؟ ومتى تحديداً؟ نعتبر أن العلاقات عادت إلى شكل طبيعي والآن يوجد فريق فني في الدوحة لإعادة فتح السفارة التي نعتقد أنها ستفتح خلال الأياب القادمة إن شاء الله سمو الوزير اسمح لي ننتقل لفاصل قصير ثم سنواصل بعده هذا الحوار فاصل قصير نواصل بعده مشاهدين الكرام أهلاً بكم معنا من جديد ونرحب بن الجديد بسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي ضيفاً على شاشة العربية ننتقل لملف آخر أيضاً مهم جداً على صعيد المنطقة وهو السلام مع إسرائيل في أربع دول وقعت اتفاقيات سلام مع إسرائيل مؤخراً كيف تقرأ سموك تأثير هذه الاتفاقيات على المنطقة بشكل عام؟ نأمل أن يكون لها أثر إيجابي ونأمل هي قرار سيادي في النهاية لتلك الدول ونأمل أن يكون لها أثر إيجابي بالأساس على مسار السلام وعلى تحقيق ما نهدف إليه جميعنا وهو تحقيق الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية حسب الأسس المتفق عليها جميعاً ونرجو أن يكون هذا ما تم دافعاً لإسرائيل للانخراط في مفاوضات جادة مع الفلسطينيون للوصول إلى حل نهائي لهذه القضية ولتسوية عادلة تحقق ما نتطلع إليه جميعاً وأنا واثق أن الدول التي وقعت هذه الاتفاقات حريصة مثل ما نحن حريصون على تحقيق ذلك في تكاهنات تحدث عن موعد ما لتوقيع اتفاق سلام بين السعودية وإسرائيل؟ هذا الموعد مرهون بتحقيق سلام وتحقيق الدولة الفلسطينية عاصمتها القدس الشرقية حسب مبادرة السلام العربية متى ما تحقق ذلك فهو أصلاً جزء من هذه المبادرة إذن يعني مبادرة السلام العربية هي العنوان العريض بالنسبة للسعودية في العلاقة مع إسرائيل؟ بالتأكيد ما زالت كماناً؟ ما زالت ملفات أخرى الحقيقة في المنطقة والسعودية لها دور كبير فيها لو حكينا شوي عن الملف اليمني هلأ صار فيه توقيع اتفاقية الرياض الحكومة اليمنية نزلت على عدن كم هذه الاتفاقية ثابتة؟ كم هي غير قابلة للتغيير؟ كم ممكن أن تحرز تقدم في الملف اليمني؟ الاتفاق الرياض عنصر مهم جداً في تحقيق تقدم في الملف اليمني لأنه نعتقد أنها ستكون لبنة الأساس لحل سياسي لحرب اليمن وإلى وصول إلى تسوية شاملة للملف اليمني فلذلك مهم رعايتها والاستمرار في دعم تنفيذها ونرى حالياً أن مثل ما تفضلت الحكومة اليمنية نزلت إلى عدن وبدأت تطبيق البنود المختلفة بما فيها البنود العسكرية للاتفاق وهناك جهود مستمرة من الممكة العربية السعودية لضمان تنفيذ الاتفاق بشكل كامل ونسعى أيضاً مع المنبعوث الأممي مارتن غريفث لتحقيق وقف إطلاق نار شامل في اليمن كافة لوضع آلية ووضع الأساس لعملية سياسية شاملة توصلنا إلى حل سياسي نهائي للأزمة اليمنية وهذا باعتمد أيضاً على طرف مهم في اللعبة والطرف الحوثي بعض وسائل الإعلام الغربية تتحدث عن تواصل مباشر ربما بين السعودية والحوثيين هل هذا صحيح؟ الحوثيون لا بد أن يلتزموا بمصلحة اليمن أولاً إذا قرروا أن أهمهم الأول مصلحة اليمن سوف نصل إلى تسوية سياسية لأنه سوف يسهل عليهم الوصول إلى الاتفاق مع الحكومة اليمنية وعلى الوصول إلى توافق مع جميع الأطراف اليمنية وهذا ما ندعمه ونسعى إليه الآن الحوثيين تم تصنيفهم كمنظمة إرهابية كيف يتم التعاطي معهم في حال تم الاتفاق على الجلوس على طاولة حوار مع جميع الأطراف وهم منظمة إرهابية لا شك أن التصنيف مستحق فالحوثيون يقومون بأعمال إرهابية بشكل يومي ولكن مع ذلك نحن ملتزمون بدعم عملية سياسية والوصول إلى حل سياسي للحرب في اليمن وسيشمل ذلك في النهاية التفاوض مع الحوثيون من قبل الحكومة اليمنية وهذا متاح فهناك أمثلة أخرى مثل طالبان بالجماعات صنفة إرهابية ويتم التفاوض معها ونعتقد أن هذا التصنيف يمكن أن يكون حافز للجماعة للإنخراط بجدية في عملية سياسية للوصول إلى سلام نهاي لأن حتى الآن لم نرى هذه الجدية ومتى ما قرر الحوثيون أنهم سيفيعملون لمصلحة اليمن شعب اليمني نعتقد أنه سيكون من السهل الوصول إلى تسوى بينهم وبين الحكومة اليمنية ومن ثم نتوقع أن يتم رفعهم عن هذه القائمة وأعتقد أنه من المهم أن نركز الآن على الهدف الأساس وهو الوصول إلى وقف إطلاق نار شامل في اليمن وهذا يتطلب أن يوافق اليمنيون على شروط معقولة بالتفاوض مع مبعوث المتحدة ومن ثم الانخراط في عملية سياسية جادة تهدف إلى تسوية عادلة وليست إلى إملاءات أو فرض رأي معين خليني أرجع معاك سموك لإدارة بايدن الجديدة كان نقل عن بعض أعضاء المرشحين لإدارة بايدن أنه من أول القرارات التي سيطلع فيها وهي وقف الحرب في اليمن إذا صدر هذا القرار كيف يمكن أن يكون رد دول التحالف عليه نحن نعتقد أن إدارة بايدن عندما تقيم الملف ستجد أن أهداف المنبك العربية السعودية والتحالف متوافقة تماما مع أهداف إدارة بايدن لأننا كلنا نسعى إلى الوصول إلى وقف نهائي لهذه الحرب نسعى إلى وقف إطلاق نار شامل ومن ثم الانخراط في عملية سياسية العائق أمام هذا ليس التحالف العائق أمام هذا حاليا هم الحوثيون فأتوقع أننا سوف نستطيع أن ننسق بشكل إيجابي جدا مع إدارة بايدن لدعم هذه الجهود الملفات في المنطقة العربية الحقيقة سمو الوزير لما تحدث عنها في إيران هي عامل وسط أو خيط بربط هذه الملفات مع بعضها سواء اليمني أو العراقي الذي سنحكي عنه بعد قليل أو حتى الملف السوري والملف اللبداني بالنسبة لما يجري في سوريا الآن ما هو موقف المملكة العربية السعودية تحديدا لما يجري في سوريا؟ موقف المملكة العربية السعودية هو دعم الجهود التي يقودها المبعوث الأممي للوصول إلى تسوية نعتقد أنه لا مجال لحل الأزمة للسورية إلا بتسوية سياسية والمسار الصحيح لها هو الذي يقوم على كتابة دستور جديد عن طريق لجنة صياغة الدستور والتي تدعمه الأمم المتحدة وندعم هذه الجهود ونعتقد أنه في حال تم التوصل إلى هكذا تسوية سوف يكون مستقبل سوريا محفوظ ونبدأ أن ننظر إلى المستقبل إن شاء الله هذا أطراف متعددة طرف المعارضة وطرف النظام يمكننا أن نسأل إذا كان هناك اتصالات مباشرة ما بين المملكة العربية السعودية والرئيس بشار الأسد شخصيا لا يوجد لا يوجد أي اتصالات حتى لا يوجد أي اتصالات ننتقل لملف آخر وهو كمان على قدر كبير من الأهمية والعكس هو بتسارع وكل يوم في أخبار عنه وهو الملف العراقي بمجيء الحكومة الجديدة حكومة مصطفى الكاظمي لاحظنا في تغيير ربما في العلاقة ما بين السعودية والعراق كيف ممكن وصف هذه العلاقة مع العراق الآن العراق واستقرار العراق هو عنصر أساسي في استقرار المنطقة وفي الأمن العربي لذلك تحرص الممكة العربية السعودية على دعم كل ما ممكن أن يؤدي إلى هذا الاستقرار وإلى رخاء العراق وإلى نموه لأن هذا سوف ينعكس بشكل كبير على الممكة العربية السعودية وعلى المنطقة أجمع نعتقد أن حكومة رئيس الوزراء الكاظمي تقوم بكثير من العمال الصحيحة نرىها تركز على بناء دولة المؤسسات وعلى مكافحة الإرهاب وأيضا مكافحة الفساد وتعمل على إعادة تركيز البوصلة العراقية إلى مصالح العراق وإلى تنمية العراق وإلى تحقيق ما هو في مصلحة الشعب العراقي ونعتقد أن هذا هو المسار الصحيح وسوف ندعمه بالتأكيد لأن في النهاية هذا ينعكس أيضا على استقرارنا وأمننا ويوجد فرص كبرى للتكامل الاقتصادي وأيضا السياسي والأمني بين ممكة العربية السعودية والعراق الاتصالات مميزة ربما مع هذه الحكومة طلبوا منكم المساعدة في مهمات مصطفى الكاظمي منعرف أي مهمات رئيس حكومة العراقي ما ستكون سهلة بالذات في محاولة مواجهته للميليشيات الموالية لإيران في الداخل العراقي طلبوا منكم مساعدة كسعودية هناك بالفعل تواصل واسع النطاق مع الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي في شتى المجالات وعلى كافة الملافات سياسية أمنية اقتصادية ونعمل بجد لتقوية هذا التواصل وزيادة أواصر التنسيق والاستثمار المشترك وكل هذا ما طلبت الحكومة العراقية من الموكة العربية السعودية هو التنسيق والتشار والعمل على زيادة الترابط بالذات في الجانب الاقتصادي ونحن هريصون على هذا لأنه ممكن من الجانب الاقتصادي نروح لملفات أخرى بين العلاقات البينية بين هذا الطرف وذاك طيب كمان بالجانب الاقتصادي فيه ملف مهم وهو الملف اللبناني شو الموقف المملكة العربية السعودية الآن من لبنان مع ترك الدولة تقريبا لسيطرة حزب الله في لبنان لا بد أن يكون هناك مراجعة حقيقية من قبل القيادات للتقليبة السياسية لا يمكن أن يستقر لبنان وأن يزدهر بدون أن يكون هناك إصلاح حقيقي ليس فقط اقتصادي لكن أيضا سياسي لأن النظام السياسي الذي سمح بتكون ميليشية حزب الله وفي سيطرتها على المشهد والذي سمح أيضا باستشراء الفساد لا يمكن أن يكون أداة لانتساع هذا البلد من هذه المخاطر حقيقة لبنان يستحق أفضل بكثير لبنان له مقومات النجاح بالفعل لكن يحتاج إصلاح حقيقي هذه كلمة السر تعتقد لخروج لبنان الآن من مآزق ومن وضعه حتى الوضع الاقتصادي بالتأكيد سمو الوزير يعني ما فينا نعدي هذه المقابلة بدون ما نسأل عن ملف أيضا يمكن المشاهد باستنانا نسأل عنه وهو العلاقة بين المملكة العربية السعودية وتركية كيف يمكن أن نصف العلاقة الآن بين الطرفين العلاقة مستمرة ويوجد تواصل على كافة المستوات بين المملكة السعودية وتركيا هناك اختلاف طبعا في وجهة النظر بذات فدع تعلق بتدخل التركي في بعض الدول العربية الذي نراه ليس بإيجابي حتى نراه في مصلحة تركيا ونتمنى أن يغيروا في هذا النهج خلاف ذلك فالعلاقات مستمرة ويوجد تعاون في أمور أخرى نحكي عن ليبيا تحديدا ليبيا أيضا العراق أيضا في تواجدهم في شمال سوريا كل هذه مبعث قلق بالنسبة لنا إعلاميا على الأقل كان هناك ما قرع على أنه من المحللين ومراقبين أنها مؤشرات إيجابية على الدفع العلاقة باتجاه إيجابي أكثر بين الطرفين من هذه المؤشرات لقاءك مع وزير خارجية التركي وبالتأكيد كان في حديث مطول المكالمة الهاتفية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيس أردوغان قبل قمة العشرين كيف إحنا ممكن نقرأ هذه المؤشرات؟ إنها إيجابية للدفع أكثر ولا كيف؟ هي كما ذكرت قبل قليل جزء من التواصل المستمر بين البلدين لم ينقطع بدنا التواصل وحتى وإن وجدت نقاط اختلاف هذا لا يعني أننا لا نستطيع نتواصل ونتناقش حول هذه الاختلافات شكرا جزيلا لك سمو الأمير على إتاحة الفرصة لنا في إجراء هذه المقابلة الخاصة ألف شكرا شكرا لكم مشاهدي الكرام انتهت مقابلة خاصة لهذا اليوم كان ضيفنا سمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إلى اللقاء اشتركوا في القناة